موسيقى الرئيسة سيسي يوجه بأولوية انتاج بدائل السلع المستوردة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويسا موسيقى بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا للاصابة اليومية بكورونا والسلطات تعلن اليوم مزيدا من القيود لاحتواء الفيروس موسيقى مقتل جندي سوري واصابة ثلاثة اخرين بقصف اسرائيلي قرب دمشق موسيقى السبع صباحا بتوقيت القاهرة موعد جولة اخبارية شاملة من النيل اهلا بكم وجر رئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بتكامل المشروعات في المنطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وخلال اجتماع اخر وجه الرئيس بان تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة التي نص عليها القانون خاصة تخصيص تمويل ميصر لها داخل الخطة السنوية للدولة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيت وزير المالية والسيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والسيدة نبين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول استعراض كل من اطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واهم الانشطة الانتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية وكذا تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة وقد وجه السيد الرئيس بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناع مع منح الاولوية لانتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقا لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض اعباء الاستيراد واستشراف فرص التصدير كما اضف المتحدث الرسمي بان الاجتماع تناول ايضا عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الالكتروني على مستوى الجمهورية في اطار استراتيجية التحول الرقمية وتضاعف اهميتها في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الصدد اخذا في الاعتبار ان المنظومة توفر تأمينا متكاملا لاتمام العمليات وتبادل البيانات وفقا للمعايير العالمية مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطع المصرفي من خلال مراكز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التي تتمتع ببنية تحتية الالكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لاتاحة التحصيل والدفع الالكتروني الامن عن طريق المنصات الالكترونية المختلفة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الالكترونية كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يساهم في رفع مستوى الاداء وكذلك التيسير على المواطنين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور محمد معيت وزير المالية والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية وكذلك تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة واستراتيجية تنمية الموارد وقد وجه السيد الرئيس بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة التي نص عليها القانون لدعم أنشطة الشركات العاملة في تلك المشروعات خاصة تخصيص تمويل ميسر لهم داخل الخطة السنوية للدولة إلى جانب تبسيط الإجراءات المطلوبة منهم لتسجيل وسداد الضرائب المستحقة على المشروعات وقد عرض السيد وزير المالية في هذا الإطار جوانب القانون الجديد والجاري لانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به والتي ستتضمن كافة الأمور التنظيمية لضمان سهولة التطبيق حيث أشار إلى أن القانون الجديد أقر معدلات الضريبة وفق حجم النشاط السنوي ليكون مقداره خمسة من عشر في المئة لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ مليون جنيها وأقل من مليوني جنيها وخمسة وسبعين من مئة في المئة لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ مليوني جنيها وأقل من ثلاثة ملايين جنيها وواحد في المئة لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ ثلاثة ملايين جنيها ولا يزيد عن عشرة ملايين جنيها سنويا موضحا أن القانون يساعد على تشجيع عملية تحول الشركات لتعمل وفقا للاقتصاد الرسمية فضلا عن تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعملين وإعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءة الاختراع وكذا تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءة الاختراع كما تم استعرض وضع الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الجاري 2020 ذلك بالإضافة إلى تناول أهم محاور استراتيجية الدولة لتنمية مواردها خلال المدى المتوسط خاصة تحسين إدارة الموارد من خلال التوسع في منظومة الميكانة والتحصيل والسداد الإلكتروني وكذا استغلال الإمكانات غير المستغلة للاقتصاد من خلال تحفيز ودمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان وشؤون المجالس النيابية وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع للجنة في التاسع عشر من أكتوبر الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها وبناء نعري فقد وفقت اللجنة على تقنين أوضاع اثنتين وستين كنيسة ومبنى تابعا وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموفقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن الف وثمانمائة كنيسة ومبنى تابعا أكد وزير الداخلية اللواء محمد توفيق أن الوزارة لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون ورفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة كذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع عدد من مساعده والقيادات الأمنية لبحث استراتيجية العمل الأمنية في المرحلة الحالية واستعرض محاول القطط الأمنية لتأمين الفعاليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعده كما توصل مع مدير الأمن عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث استعرض محاول الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الإخوة الأقبار بأعياد الميلاد وكذلك بطولة كأس العالم لقرة اليد والتي تستضيفها مصر في ظل قرب بدء فعليتها وتأتي تلك الاحتفالات في ظل إجراءات وتدابير احترازية اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا حيث وجه الوزير بضرورة مرور الخدمات الأمنية على المنشآت السياحية والأماكن المعنية بالاحتفالات والمحال التجارية لتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية وقرارات الغلق في المواعيد المحددة وكذلك وسائل النقل الجماعي بمختلف أنواعها للتأكد من مدى التزام مستخدم تلك الوسائل بارتداء الكمامات الواقية وتابع الوزير مع القيادات الأمنية خطط انتشار القوات المكلفة بالتأمين ومدى استعابها للمهام المكلة إليها مع مراعاة الأبعاد الإنسانية عند تنفيذ تلك الخطط كما شدد على ضرورة اليقظة التامة للقوات المكلفة بتأمين دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية وكذلك الأقوال الأمنية وقوات التدخل السريع التي تجوب كافة الطرق والمحاور الرئيسية لرصد الحالة الأمنية وبث الطمأنين في نفوس المواطنين وأكد على ضرورة تفعيل دور الارتكازات الأمنية ودعمها بما يواكب المستجدات الأمنية ويسوم في التعامل السريع مع كافة المواقف والطوارئ مع ضرورة وجود القيادات الإشرافية في الشارع مع قوات التأمين لتزليل كافة العقبات وأشهد الوزير بما يبزله رجال الشرطة من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية الخطط الأمنية لآمال وطموحات المواطنين نحو وطن آمن تتواصل فيه أعمال البناء والتنمية تواصل المراكز الطبية عملها لفحص المواطنين لاكتشاف الأمراض المبكرة والمزمنة والاعتلال الكلوي وفقا لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة وقد وصل عدد المواطنين الذين تم فحصهم حتى الآن إلى أكثر من 25 مليون مواطن فوق سن الأربعين مع تواصل لجان المسح الطبي لفحص المواطنين لاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة كالسكر والضغط والاعتلال الكلوي بمحافظة مصر كافة والتي وصلت إلى فحص ما يقرم من 25 مليون مواطن وأحالت أكثر من 3 ملايين لطلق العلاج بدأ تتشين مبادرة صحة الأم والجنين للاكتشاف المبكر لفيروس بي ومرض نقص المناعة والذهاري بمحافظة مصر كافة في متغمر نستهدف كل الحوامل اللي اتمنى عليهم من كنال 28 موقع على مستوى المركز مجهزين بخاصية تنظيم أسرة ونسا مجهزين لفحص السيدات الحوامل للسيفالس اللي هو الزهري للإيدز لفيروس بي إضافة إلى المعتاد اللي هو إياس الضغط والسكر وكتة الجسم ده حفاظا على صحة آمنة للحامل وطفل سليم نحن اختارنا ضمن واحد من خمس براكز لتطعيم الكورونا العمل جالي على قدم وساق لتجهيز المكان في نادي متغمر رياضي لتطعيم أهلينا ضد الكورونا وده أهم شيء في الدولة دلوقتي وفي العالم كله الدولة بتسعى القادة السياسية بتسعى جاهدة نتوفر المصر خلال أيام إن شاء الله نبتدي في حالة الـ HIV بنحول المريضة لأقرب مركز لـ HIV وبتم متابعتها ومتابعة الجنين بعد كده السيفلس بنجيب الزوج هو كمان نحلل ليه ويتعالجوا هما لاتنين والطفل بيبقى لهم متابعة بمجرد الولادة في حالة الهيبوتايتس بي الطفل بيورده بيسجل عندنا معادل الولادة بيبلوق حقنا في خلال 24 ساعة بعد الولادة وكل حامل لها بيتم عمل تحليل ده والمبادرة دي مستمرة معنا على طول مع دمج المبادرات اللي موجودة عندنا في الإدارة زي مبادرة السمعيات مع مبادرة الأمة والجنين ومبادرة صحة المرأة المبادرات الرئاسية كافة يتم خلالها فحص المواطنين وفقا للإجراءات الاحترازية غير العادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي مع تطبيق معايير الجودة بين المفحوصين دينا نحاق قرارات نفق الدولة كتير جدا بعلاجهم ووفرنا جميع أدواب بمصدرات نفقة الدولة عندنا وكل العلاج على نفقة الدولة وما فيش مريب يشري علاج من بره نهائي صح كل المواطنين بالاتزام بالإجراءات الوقائية بارتداء المسك الطبي والجراحي والتباعد الاجتماعي الابتعاد عن التجمعات والأسواق والمناسبات قبول والسحسان لدى المواطنين لما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية بالمجان طوال المبادرة مبادرة كويسة جدا بالنسبة للأم وعلشان تتطمن على صحة البيبي بعد كده لما يجي يكون بصحة كويسة لقالة بنكتشف الحاجة اللي عندنا بدريع عشان صحتنا وصحت الجانين وعلى قالة بتبقى التحليل دي بره غالي نحي بروسات الرئيس اللي بيهتم المواطن اهتم كبير جدا المواطن النهاردة بيجي بيعرف طبعا بيتشف ضغط بيتشف سكر بيتشف وزن البدء في تفعيل صحة الأم والجانين واحدة من المبادرات الرئاسية الفاعلة التي تؤكد حرص الدولة مجددا على خلق جيل صحي خالي من الأمراض محمد حلمي النيل اعلنت وزارة الصحة وسكان خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تمام شفائهم ليرتفع اجمالي المتعافين من هذا الفيروس الى 11140 حالة وعلن الدكتور خليد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة انه تم تسجيل 1333 اصابة جديدة بفيروس كورونا اضافة الى 54 وفاة اعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2298 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعة الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين بالوباء في عمو لبنان الى 175 118 اصابة وعلنت الصحة اللبنانية في بيان لها تسجيل 21 وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس في لبنان الى 1430 حالة وذكرت الصحة اللبنانية ان عدد الفخوصات المخبرية التي اجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الاصابة بالفيروس بلغ 23841 فهمن الفخوصات تشمل المقمين داخل لبنان والوفدين عبر المطار حضر المركز الاوروبي للوقاية من الامراض ومكافحتها من مخاطر مرتفعة لتسبب سلالتين كوفيد 19 المتحورتين التي اكتشفتا مؤخرا بتفاقم الضغوط على انظمة رعاية الصحية وبرفع معدل الوفيات نظرت لقدرتهم الاكبر على التفشي وفي تقرير نشر الثلاثاء اعتبر المركز الاوروبي للوقاية من الامراض ومكافحتها انه على الرغم من عدم توافر معلومات عن اصابات اكثر خطورة جراء هاتين السلالتين المتحورتين الا ان تدعيات قدرة هاتين السلالتين الاكبر على التفشي ستكون زيادة حالات الاستشفاء والوفيات سجلت المملكة المتحدة التي تواجه تصارعا في تفشي وباء فيروس كورونا بسبب تحول الفيروس اكثر من ثلاثة وخمسين الف اصابة جديدة في رقم غير مسبوق حسب ما كشف تقرير حكومي وحضر علماء بارزون في مجال الاوبئة للحكومية من خطورة الوضع الصحي في البلاد مطالبين اياها بفرض قواعد عزل عام اشد صرانا وضع بالغ الخطورة باتت تعيشه المملكة المتحدة بعد تحول فيروس كورونا المستجد على اراضيها وظهور سلالة جديدة من الفيروس لها قدرة على الانتشار بوتيرة اسرع فرغم قيود العزل العام التي فارضتها الحكومة البريطانية لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا والاسيام السلالة الجديدة للفيروس سجلت المملكة المتحدة رقما غير مسبوقة في عدد الاصابات اليومية منذ ظهور الوباء ليتجاوز حاجز الخمسين الف اصابة كما زاد كثيرا عدد حالات الوفاء الجديدة المسجلة هذا الرقم القياسي في عدد المصابين بفيروس كورونا كان بمثابة ناقوص الخطر خاصة مع استمرار رصد مستويات غير مسبوقة من الاصابات بفيروس كورونا في كافة انحاء المملكة وهو ما يثير قلقا بالغا في انحاء البلاد وحذر علماء بارزون في مجال الاوبئة الحكومة البريطانية من خطورة الوضع الصحي في البلاد مطالبين اياها بفرض قواعد عزل عام اشد صرامة لتفادي موجة جديدة من الوفايات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا اعتقد ان الوضع خطير للغاية الجمعية الوطنية للصحة وصفت الوضع باننا في وسط العاصفة ولكن الوصفة الادق اننا في منتصف الاعصار وانا اعتقد ان القيودا اشد صرامة سوف يتم فرضها بالتزامن مع توقعات بارتفاع كبير في عدد الاصابات خلال الاسبوع المقبل وتخطط السلطات البريطانية للإعلان عن مزيد من القيود المفروضة لمواجهة انتشار الموجة الثانية من وباء كورونا وسلالتها المتحورة حيث يتوقع ان يعلن اليوم الاربعاء وزير صحة مات هانكوك عن مزيد من القيود المفروضة لمواجهة انتشار الوباء تجاوزت دول امريكا اللاتينية والكاريبي عتبت النصف مليون وفاة بفيروس كورونا لتحتل المنطقة المرتبة الثانية من حيث الوفيات في العالم بعد قرة ايروبا وسجلت البرازيل اكبر عدد من الاصابات بالفيروس في امريكا اللاتينية بما لا يقل عن سبعة ملايين وستمائة الف اصابة باتت امريكا اللاتينية والكاريبي المنطقة الثانية بعد اوروبا التي تتجاوز فيها الوفيات بفيروس كورونا عتبت النصف مليون حالة حسب تعداد لوكالة فرانس برس استند الى احصاءات رسمية سجلت خمسمائة الف وثمانمائة حالة وفاء على الاقل في دول المنطقة التسع والعشرين اكثر من نصفهم في البرازيل بواقع مئة وثين وتسعين الف والمكسيك بواقع مئة وعشرين الف وهذه الحصيلة تأتي بعد اثنى عشر يوما من تجاوز قارة اوروبا حاجزا نصف مليون حالة وفاء واكبر عدد من الاصابات في امريكا اللاتينية تم تسجيله في البرازيل بنحو سبعة وستة من عشر مليون حالة وحسب وزارة الصحة البرازيلية تم تسجيل ثمانية وخمسين الف وسبعمائة وثمان عشرة اصابة و الف ومائة وإحدى عشرة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ما يمثل ارتفاعا حادا للمؤشرين ايضا وصلت حصيلة الوفيات في البرازيل الى قرابة 193 الف شخص في مؤشر هو الاسوأ للوفيات في البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي ويزيد المخاوف من مخاطر الموجة الثانية في الدولة الاكبر بامريكا اللاتينية وسجلت البرازيل ثانية اكبر حصيلة للوفيات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة وثالثة اعلى عدد للاصابات بعد الولايات المتحدة والهند اما تشيلي فاعلنت وزارة الصحة فيها تسجيل اول حالة اصابة بسلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها لاول مرة في بريطانيا مشيرة الى ان الحالة تعود لسيدة كانت قادمة من زيارة اقاربها في لندن افاد مصدر عسكري سوري بمقتل جندي سوري واصابة ثلاثة اخرين فجر اليوم جراء قصف اسرائيلي استادف موقع عسكري قرب دمشق ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء عن المصدر قوله انه تم استهدف القوات الاسرائيلية برشقات من الصواريخ من شمال الجليل ووحدة من الدفاعات الجوية السورية في منطقة النبي هابيل بريف دي في دمشق وقد تصدت الدفاعات الجوية السورية لبعض هذه الصواريخ اقلعت اول رحلة تجارية لطائرة بوينغ 737 ماكس في الولايات المتحدة منذ منع هذا الطراز من التحرق في كل انحاء العالم بعد حادثتين او دايتا بحياة مئة الاشخاص واوقعتا الشاركة المصنعة لطائرة في اسمع بعد توقف دام قرابة العامين اقلعت اول رحلة تجارية لطائرة بوينغ 737 ماكس في الولايات المتحدة منذ منع هذا الطراز من التحليق في كل انحاء العالم بعد حادثين او دايتا بحياة مئة الاشخاص واوقع الشركة المصنعة لطائرة في اسمع وهبطت الطائرة التابعة لمجموعة امريكان ايرلاينز الامريكية في مطار لغواردية في نيويورك اتية من ميامي كما تعلمون تحطم الطائرة كان حادثا سيئا للأسف ولكن بعد مرور 20 شهرا بوينغ تعد من اكثر الشركات الامريكية قوة للشركة برنامج تحديث قوي وطيارين على اعلى مستوى لقد شعرت بالامان وانا اسافر على متن رحلات بوينغ وكان طائرة بوينغ ماكس الاكترى مبيعا لدى المجموعة الامريكية كفحت خلال نحو عامين من منع الطائرة من التحليق على مستوى العالم وهو وضع ازداد سوءا بسبب التباطؤ الحد في الصفر ناجمي عن جائحة كورونا وعملت بوينغ مع الهيئة التنظيمية لمعالجة المشكلات الفنية وتحسين تدريب الطائرين على ماكس ما سهم في السماح لها بالعودة الى الخدمة بدءا برحلة داخلية لشركة الطيران البرازيلية جول في وقت سابق من هذا الشهر وتأتي عودة ماكس الى الخدمة بعدما اجازت هيئة الطيران الامريكية في نوفمبر الماضي لها الطيران مرة اخرى بعد تحديث برامجها وتجديد بروتوكولات تدريب الطائرين وبدأت ازمة ماكس مع حادث تحطم طائرات في اندونيسيا في العام 2018 تلاه حادث اخر في مارس عام 2019 في اثيوبيا ما اصفر عن مقتل 346 شخصا واخراج الطائر من الخدمة في كل انحاء العالم كذلك الغت شركة الطيران العديد من الطلبات على هذا الطراز من الطائرات لكن مع اقترابها من العودة الى الخدمة اعلنت شركة بوينغ تلاقيها طلبات جديدة في الاسابيع الاخيرة ما يشير الان وضع الشركة قد يشهد تحسنا كبيرا جولة السابعة صباحا مستمرة معكم وتتابعون فيها بعد الفصل قادة الاتحاد الاوروبي واقعون اليوم الاربعاء مع لندن اتفاق مع بعد بركزي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اما الآن فمع هذه الوقفة الاقتصادية حيث قال رئيس مصلحة الضرائب الرضا عبدالقادر انه اعتبارا من اول يناير 2021 يلتزم الممولون من الاشخاص الطبعيين بتقديم اقراراتهم الضربية الكترونيا واشر عبدالقادر الى ان مصلحة الضرائب قامت بتطوير خدمة تقديم الاقرارات الضربية عن طريق موقع البوابة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية حيث يلتزم جميع الممولين بدريبة الدخل وكذلك المسجلين بدريبة القيمة المضافة بارسال الاقرار الضربي من خلال بوابة الحكومة الالكترونية وفق وزير المالية محمد معيط على مد فترة تقديم اقرارات ضريبة العقارية للعقارات المبنية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل وذلك منعا لتزاحم بما يتصق مع تطبيق الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وكان من المقرر بنهاية ديسمبر الحالي انتهاء فترة تقديم الاقرارات الضربية للعقارات المبنية من اول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الحالي وتتضمن الاقرارات الضربية عن العقارات المبنية العقارات المستجدة والاجزاء التي اضيفت الى عقارات صفاقة حصرها والعقارات التي حدثت في اجزائها او في بعضها تعديلات سجلت مؤشرات البرصة المصرية ارتفاع الجماعية لدى اغلاق التعملات مدعومة بعملية شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والاجنبية فيما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع وارتفع رأس المال السوقي لأسوم الشركات المقيدة بالبرصة نحو ثلاثة مليارات ومائة مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى ستمائة واثنين واربعين مليار جنيه وسط عاملات كلية بلغت نحو مليار وتس سمائة مليون جنيه وارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة اي جي اكس ثلاثين بنسبة ثلاثة وسبعين من مئة في المئة كما زاد مؤشر الأسوم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس ثلاثين بنسبة واحد فاصل واحد من مئة في المئة نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع النقل خلال العام الجاري الفين وعشرين واشر المركز إلى أن إجمالية أطول الطرق التي تم تنفيذها خلال الفين وعشرين ضمن المشروع القومي للطرق بلغ ستمائة وخمسة وعشرين كيلو متراً بتكلفة عشرة مليارات ومئتي مليون جنيه واضح المركز أن الدولة المصرية تعطي أهمية خاصة لمشروعات قطاع النقل ضمن استراتيجيتي الطموحة لتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء بشأن إغلاق المخابز حال عدم تزديد أصحابها لتكلفة التحويل إلى غاز طبعي واضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين التي أوضحت توفير كافة سبل الدعم لأصحاب المخابز من خلال إتاحة قروض ميسرة وتسيلة تمويلية لإحلال الغاز الطبعي في المخابز البلدية بديلاً عن السلارة وفي السيق الذاتي تم توقيع بروتوكل تعاون مع وزارة البترول والهيئة العربية للتصنيع لتحويل 30 ألف مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي أعلنت متحدث فاتون باسم المفوضية الأوروبية أن رئيسة المفوضية أرسولا بون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل سيوقعان اليوم الأربع اتفاق مع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع لندن كما يناقش اليوم الأربعاء النواب البريطانيون نصل اتفاق المؤلف من 1250 صفحة وسط توقعات بالمصادقة عليها بعد أشهر من مفاوضات الماراثونية اقترب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من إنهاء أزمة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبية حيث أعلنت المفوضية الأوروبية أنه سيتم اليوم الأربعاء التوقيع على اتفاق الخروج بين بروكسل ولندن كما يناقش اليوم الأربعاء النواب البريطانيون نصل اتفاق المؤلف من 1250 صفحة وسط توقعات بالمصادقة عليها نظرا إلى الأغلبية المتاحة لحكومة رئيس الوزراء بوري جونسون والدعم المبدئية الذي أبدته المعارضة العمالية وبعد الموافقة الرسمية من دول الاتحاد الأوروبي سينشر النص في الجاردة الرسمية للتكتل بحلول غد الخميسة للسماح بدخوله حيث التنفيذ في المطلع يناير المقبل وسيكون تطبيق الاتفاق مؤقتا في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبية الذي تعتبر موافقته ضرورية والذي يمكنه بعد ذلك عقد جلسة عامة استثنائية في نهاية فبراير المقبل للتصويت على نص الاتفاق وقال وزير خارجية الألمانية هيكو ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبية إنه مع نهاية الفترة الانتقالية ستترك المملكة المتحدة فعليا السوق الموحدة والاتحاد الجمركية وفي نفس التوقيت ستبدأ شراكة جديدة ومن خلال هذه الشراكة الاقتصادية والتجارية يسمح الاتحاد الأوروبي للندن بالدخول دون رسوم جمركية أو حصص إلى سوقه الذي يضم 450 مليون مستهلك لكنه ينص على عقوبات وتدابير تعوينية في حال عدم امتثال لندن لبنود الاتفاق تعتمد مصر على معايير الجودة للحفاظ على عرش صدرات البرتقال في العالم وتوسعت مصر في إنتاج الحمضية خاصة البرتقال بدرجة كبيرة خلال سنوات العشر الماضية للحفاظ على مكانتها كأكبر دولة مصدرة للبرتقال في العالم تهدف مصر إلى تأمين محصول وفير مرة أخرى هذا الموسم وعلى مدى العقد الماضي توسعت مصر في إنتاج الحمضيات على نحو سريع كما أن زيادة أخيرة بنسبة 10% في المساحة المخصصة لزراعة البرتقال العام الماضي دفعت مصر إلى التقدم على منافستها الرئيسية إسبانيا في سوق التصدير بشحن حوالي 1.7 مليون طن إلى الخارج الحياة البرتقال المصري من منتجات عالية الجودة في تطوير كبير أو في جودة في زراعته بشكل كبير وحضرك لو جربت الموالح المصرية والبرتقال المصري وجربت أي منتج آخر من أي دولة أخرى لا بتحس الفرق كبير بيبقى موجود وتقف المنتجات الزراعية بين أكبر قطاعات التصدير في مصر التي تواصل الاتصال مع الدول الأخرى لزيادة حجم الصادرات علاوة على الالتزام بأعلى معايير الجودة طبعا الاستمرار في جودة الانتاج دي نقطة مهمة جدا نحن مستمرين فيها الاستمرار في التواصل مع الجهات أو الدول الشقيقة والدول العالم علشان نبدأ أن نتوسع في حجم الصادرات بشكل أفضل الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في المنتجات التي تتم تصديرها ويقول منتجون أن الطلب على البرتقال زاد أثناء جائحة فيروس كورونا لأنه مصدر رئيس لفيتامين سي المعروف بخصائصه المعززة لجهاز المناعة طبعا لما حصلت جيحة كورونا العالم بقى يطلب البرتقال لأنه غني بفيتامين سي فدي زودت استهلاك العالم من البرتقال وكذلك المنتج الزراعة عندنا كده كده يعني احنا بننتج بكمية كبيرة يعني مش مثلا الشجر ده مزروع النهاردة لا ده مزروع من سنين فاتك كتيرة وبينتج فهو استغلنا احنا الظروف دي ان احنا بقى عندنا السعر أرخص من غيرنا والجودة أفضل وبالتالي انتشر على مستوى العالم ويقدر البنك الدولي أن تحقق مصر ما بين 30 إلى 40 بالمئة من إمكانياتها التصديرية عبر السلع الزراعية الرئيسية وحسب وزارة الزراعة المصرية فإن المساحة المزروعة للموسم القادم من البرتقال تبلغ حوالي نصف مليون فتان في ختم جولة السابعة هذا تفكير بهم العنوين الرئيس السيسي يوجه بأولوية إنتاج بدائل السلع المستوردة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابة اليومية بكورونا وسلطات تعلن اليوم مزيدا من القيود لاحتواء الفيروس مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي قرب ديشق لمزيد من التفاصيل زر مقانع على شبكة الانترنت نالدوت إيجي كان معنا بالوقت الإشارة الزميل على إدين سيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة